تامر عطوة تامر عطوة تخصص رعب وخوف صانع زي مثلا متقول ايه صانع العاب ده صانع الرعب نفسه شخصيا هو ممكن جدا ها الفت نظاركو شوية ان لو بصته عليه وبصته في عينيه ممكن قوي تخافه هو له نظرة كده معرفش هي دي جات من كتر اللي كتبه في الكتاب بتاعه اللي هو يعيني مش هقول بقى مش هحرق الكلام تامر عطوة اهلا بيك في بيت العيلة اهلا بيك ازايك الحمد لله كويس تمام الكتاب الاولاني اسمه شقة الهرم اه ده حقيقي ايه اللي حصل في شقة الهرم تجربة مرعبة مرت بي وانا يعني صغير شوية عن كده من في التسعينات وكنت بتنظر بيها بين اصدقائي وفي يوم من الايام كتبتها على فيسبوك عندي على الاكاونت اه ودخلت اللي امت خرجت لقيتها قلب الدنيا حاجة سغيرة كده زي ايه فور مثلا يعني مقدمة للرواية صحيح بعد كده القراء ابتدوا يضغطوا علي علشان اكمل الاجزاء ومنها صرعة الرواية دي حلو قوي ازا اللي احنا هنقوله مش هيحرق الرواية ولا حاجة ان الرواية ما شاء الله نفذت من السوق وانت كتبت كتاب تاني بس في الاول بقى شقة الهرم احكيلي ايه اللي حصل ايه اللي رعبك الدرجة دي ذكرى كان لأول مرة كنت ساكن الواحدي في شقة في الهرب في مكان ما طبعا ما اقدرش اقوله ما فيه وبعد حوالي 8 شهور فجئت بأحداث مرايبة حصلتلي فجأة وفضلت بقى الذكرياتها معايا جامد قوي اتهاجمت فجأة من حاجة كده ما كنتش متخيل انها موجودة ابدا وانا قاعد في البيت ده بقى لي 8 شهور او اكتر يمكن اكتر من 8 شهور كمان يتلعى لك فار لا تعباني طلعى لي كيان شيء كده زي كيان زي عفريت زي حاجة زي كده وفي الاخر عرفت ان شاءة دي كان صاحبتها ماتت محترقة فيها ومحترقة انتحارا ياه فكتبت الانترو نفسه هو حقيقي وبعد كده كملت بقى كملت بنات افكاري يعني اه بنات شخصيا اللي هو تبقى تامر عطو ايه اللي حصل لها نتيجة الحالسة دي اه كملت بقى انا دراميا وعلى مستوى الادب انا انت عارفة تامر انا مصدقاك يعني مستوعبة مش مصدقا طبعا يعني ضروري هبقى مصدقاك يعني مش هكذبا لكن مستوعبة اللي حصل لك لاني كان ضيوفنا من فترة دكتور عيزة تبعوه في اخواته وكانوا في مكان في فيلا وقالوا لي انه صحابها اللي كانوا فيها اتوفوا فيها او حصلت لهم حاجة وكان بيطلع لهم صاحب الفيلا وكان بيكلمهم وهي مراته تمشي بشامعة زي الافلام اه يعني انت لقيت كيان قدامك في صورة كيان يعني حاجة كده ولا شفت تقطيع وش ولا ايه لا انا ما شفتش تقطيع الوش في الوقت ده شفت كيان زي ما حصل معيزة تبعوه في كده بس انا اترجعت اوي وقعت تحت السرير بقيت شايف من تحت وكان لي وزن ما كانش طيفي زي ما قصص الاشباح والارواح لا كان لي وزن والوزن ده كسر المولة بتاعت السرير يعني نط عليه كذا مرة كده لا لا وانا اعتبرت اللي الموضوع كان لنا لا لا احكيه بقى بالتفصيل المملي كنت نايم لأول مرة بدري عندك كم سنة؟ كان عندي 22 سنة اه راجل يعني اه كنت مستقل والحلم الامريكي بالاستقلال على الاسرة ايه وانا انا اشتغل واصرف على نفسي ايه هو ده اللي كان متملكني عشان كده كنت عايش وشقة دي وكنت بشتغل كويس نايم بقى بالليل في اليوم ده اه بالذات نيمت بالليل يعني نيمت بدري نيمت بدري انا اصلا بعد الفجر ببقى صهران اه اتفرج على افلام ايام بقى زمن الفيديو نايم الساعة 9 و 10 بالليل نايم الساعة زي واحدة كده بالليل واحدة اه ده البدري اه وكننا في شتا وفجئت بقى بالموضوع ده وكان انا مش عايزة استطرت فيه لا استطرت فيه يعني يعني انت نايم على السرير بتحق بتجيب النوم لقيت البلكونة مفتوحة هي كانت مفتوحة الشيش والازاز والستير لقيتها مفتوحة في قوضة تانية بس كانت قدامي لقيتها مفتوحة وكان ده وكنا في برد ومستحيل ان انا اعمل حاجة زي كده يعني مستحيل اسيب البلكونة مفتوحة وبعد كده فجئت بقى بهجوم من البلكونة زيب يجري علي كده وانا نايم على السرير فانا جريت انا يعني زحت كده وقعت الناحية التانية فبقيت شايف من تحت السرير كده الوضع رجلين كبار قوي كده محروقين وبيهتزوا كده وانا اصلا ما كنتش مش في بماغي فالموضوع ده اثر علي قوي موضوع ده اثر علي جدا يعني بعدها شفت رجلين يعني محقوا حقيق محروقين كمان محروقين وبيهتزوا كده زي الجلي زي الانزيل البحر فكتبت بقى سرخت؟ لا لذقت خدي في البلاط ما شفتش وش؟ ما شفتش الوش؟ لا ما شفتش الوش شفت القفز بقى لما قفزت على السرير طب كمل بقى تاني كان بيطلع منها صوت كده زي صوت اللهب اتنططت لحد من كسرت التلات اربعة مولة اللي في النص بتاع السرير ده السرير القديم بتاع زمان ده وانت تحت السرير لا انا جنبه تحت بس عالجنب يعني فشايف الطلب والعرض شايف ده كله فاته جربة يعني بصتلك؟ بصتلك؟ ما شفتهاش؟ لا يعني ما شفتش؟ يعني هي حاسد بيك؟ اه مالجاي على مين؟ انا الوحيد اللي نايم في البيت هي جاي على مين؟ طب احكيلي عملتلك ايه يعني؟ بس قاعدت تتنطط؟ اه تنططت وبعد كده نططت زي صوت اللي هو النار اه زي صوت النار وبعد كده بقيت تجري بقى في الشقة كلها وبعد كده اختفت طب فيه اثر بعد كده شفت ان الملة دي والخشب اه ما هي ما انقصرت انفصلت بس يعني اه يعني بعد ما ماشيت كان فيه حاجة فعلا حصلة كان فيه شيء ماتدي كان فيه شيء ماتدي وزن بيشغل حيز من الفراغ ووزن ايه ده؟ انا اعرف بعد كده لما اشتغلت في الروحانيات وبقيت ابحث اعرف ان اي ارواح او اشباح بتبقى عبارة عن طاقة متجمدة في المكان بيعد تكرارها في نفس الوقت او لبطاقة المكان يبقى فيها حاجة فبيحصل التجسد ده لكنه يبقى ليه وزن ايه دي اللي كانت وزن ان هي كسرت السدير وبعدين عزيت ده كله انه ممكن يكون كان زي الحلم او وهم اه يعني انا حتى ما بدعوش لتصديق الموضوع ده ممكن يكون عد عليك وهم او تجربة ميتا فيزيقية قاسية ومنها كتبت بقى الرواية شقة الهرب انا عايز اقولك على حاجة على فكرة عينيك فيها حاجة عينيك بتقول ان انت ممكن تكون اتأثرت جامد وفي حاجة يعني انا ممكن اشوف الحادثة جوا عينيك دلوقتي لا الحادث مأثرش عليها خالد ده اسعادني انت اللي بتقول انا دلوقتي انا عينيشا ده علف مصافقه ده باقي الرعب فدي حاجة بالنسبة لي جميلة جدا اه طبعا انا بتكلم على الفيتشورز انا بتكلم على التقطيعك ان انت العينين فيها حاجة يا فيها خضة يا فيها حد تاني بيقول انا مش مش هاوض يعني ايو ايو بس معرفش يعني ده اي حق على شديبان ان انا مثلا مسكون فيك حاجة تخوف لا لا انت بتعمليلي عملية اي حق انا عايز اقولك حصل لنا الرعب مش هتقصر حصل لنا الرعب وتشرفنا تشرفنا مرسيح شكرا